مع تحول الحرب الروسية الأوكرانية إلى نقطة اهتمام عالمية فإن بعض الدول تحاول الاستفادة من الأزمة وتنفيذ مشاريعها في غفلة من أعين العالم إيران ومشروعها النووي وعلاقتها الخارجية وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أنه لا علاقة للعقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا بخطة الاتفاق النووي مع إيران ولا ينبغي أن يكون لها أي تأثير على تنفيذها المحتمل هذا التصريح جاء ردا على مطالبة وزير الخارجية الروسي سيري لافروف للولايات المتحدة بضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية غزوها لأوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران قبل إعادة العمل بالاتفاق حول برنامج إيران النووي صحيفة والسيتري جورنال أشارت إلى أن المطالب الجديدة التي قدمتها روسيا في اللحظة الأخيرة تهدد بعرقلة محادثات الاتفاق النووي مع إيران مؤكدة أن الضمانات الشاملة التي طالب بها لافروف يمكن أن تحدث ثغرات كبيرة في العقوبات المالية والاقتصادية الصارمة وتلك الخاصة بالطاقة التي فرضها الغرب في الأيام الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وبالتزامن مع غزو أوكرانيا فقد كشف الحرس الثوري الإيراني عن قواعد صاروخية جديدة ومدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض ووفق الحرس الثوري تضم هذه القواعد صواريخ أرض أرض دقيقة ومسيرات هجومية دقيقة بقابلية للتخفي ومنها طائرة مسيرة نوع شاهد 136 وهي نفس الطائرة التي أسقطها التحالف الدولي قرب أربيل قادمة من إيران بتاريخ الثالث عشر من شهر شباط عام 2022 استغلال حالة الأرباك العالمي هو سلوك إيراني قديم متجدد لتنفيذ نشاطاتها النووية والتوسعية وله تداعيات خطيرة على المستوى الإقليمي